دبلوماسيتنا خطفت من قبل عسكريين هي فحوى تسجيل مسرب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الذي خرج مؤخراً ليؤشر على وجود أزمة حقيقية داخل النظام الإيراني أزمة خرجت إلى العلن على غير العادة وبتوقيت حساس حيث تختلط هذه الأيام المفاوضات النووية بالانتخابات الرئاسية في حزيران المقبل كمحصلة للصراع على السلطة الذي لم يتوقف منذ تأسيس النظام الإيراني قبل أربعة عقود ونيف تسجيل ضريف المسرب يكشف فيه عن سيطرة الحرس الثوري على الدبلوماسية الإيرانية وكيف أن المعطيات العسكرية والميدانية لها اليد الطولة على القرار السياسي في البلاد ضريف كشف وبوضوح عن دور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في السياسة الخارجية الإيرانية وهو ما أثار ضجة كبيرة في إيران ما دفع برلمانيين إلى المطالبة بالتحقيق في تصريحات ضريف بدوره وفي سياق الأزمة السياسية انتقد الرئيس حسن روحاني هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لإعادة بثها الفيلم الوثائقي الذي سجل قبل عامين وتحدث عن الصفقة النووية مع الغرب حيث ينتقد الفيلم الاتفاق شريحة واسعة من المتشددين في النظام يعتقدون أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا والتي تحظى بتأييد المعتدلين والإصلاحيين ستضرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة فهم يشعرون بحسب المحللين بأن طاولة فيينا في حال نجاحها قد تؤدي إلى زيادة الإقبال على التيار المعتدل في الانتخابات وهذا ما لا يرضى به المتشددون الذين يسيطرون على البرلمان ويخططون للفوز بكرسي الرئاسة بهدف أن تتناغم السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية ما يعني إزاحة الإصلاحيين من المشهد برمته مستقبلا اشتركوا في القناة